كل النبيين اتوا كربلا وجوههم شعطا لرزع الحسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله ولعن الله قاتليك القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام فيما أسر وما أعلن وفيما بلغني عنهم وفيما لم يبلغني الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأسكى السلام على المبعوث رحمة للخلائق أجمعين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله محمد وعجل قدره ولعن أعداءهم ولعنة الله على قتلتهم وأعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين آمين ما هو التشيّع أو بعبارة أخرى أو تساؤل آخر هل مفهومنا عن التشيّع عقيدة إيمانا وعملا وسلوكا هل هو مفهوم صحيح أم لا أيمكن أن يكون تشيّعنا نعوذ بالله تشيّعا دنيويا هذا ممكن الجواب نعم إن كثيرين ممن خذلوا سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه كان تشيّعهم من هذا القبيل التشيّع الدنيوي هذا الذي يصطلح عليه بعض الباحثين وبعض المؤرخين المعاصرين يصطلحون عليه باصطلاح التشيّع السياسي يقولون إن هؤلاء الذين استدعوا سيد الشهداء عليه السلام ثم خذلوه كان تشيّعهم تشيّعا سياسيا بحتا لم يكن تشيّعا دينيا إيمانيا عقديا شايعوا أهل البيت مشايعة سياسية أرادوا أهل البيت حكاما ولكن على أي نحو ولماذا لأنهم وجدوا فيهم العدل وجدوا فيهم الإنصاف فأرادوهم حكاما وكانوا يتصورون أنهم إذا ما أوصلوا أهل البيت إلى السلطة إلى الحكم فإنهم سينالون من الدنيا لمشايعتهم إياه لم يكونوا أو ما كانوا يعتقدون بأهل البيت ما أوجب الله عز وجل على المسلم أن يعتقد بهم أي أن يعتقد إمامتهم المفروضة من الله وعصمتهم وولايتهم وأنهم حججوا الله على الخلق وأن قولهم لا يرد وأنهم أبواب الهدى وأن بهم يستكمل الإيمان إلى ما هنالك من مفاهيم ومعاني تشكل مفردات للتشيع الحق التشيع الإيماني التشيع العقدي هؤلاء في معظمهم كانوا كمعظم الذين شايعوا علي عليه الصلاة والسلام بعد مقتل الطاغية الثالث وأوصلوه إلى الحكم وبايعوه ونصروه أيضا في حروبه الثلاث كانت جل هؤلاء كما بينا لكم غير مرة يتعاملون مع علي كتعاملهم مع من تقدمه من الحكام لا يرون في علي أنه إمام معصوم حجه وإنما يرونه خليفة رابع فقط حاكم نعم هو حاكم عادل هؤلاء هم الذين ارتدوا بعد علي هؤلاء هؤلاء كانوا يطلق عليهم شيعة في ذلك الزمان ولكن ما كانوا شيعة على الإصطلاح وعلى المفهوم الذي نفهمه نحن وكان يفهمه في ذلك الزمان الأبرار القل الذين بايعوا علي عليه الصلاة والسلام على أنه إمام مفترض الطاعة هؤلاء كانوا قل البقية بايعوا علي على أنه خليفة على نحو ما كان الحال عليه أيام أبي بكر وعمر وعثمان هكذا أي بعبارة أخرى يمكن أن نسمي أولئك بأنهم من أهل العامة من المخالفين ولكن كانوا يشايعون أهل البيت أو يتشيعون لهم تشيعاً على اصطلاح بعض الباحثين المعاصرين تشيعاً ماذا؟ سياسياً فقط في جانب الحكم أنا لا أسميه هكذا أنا لا أقول إنه تشيع سياسي أنا أسميه التشيع الدنيوي أي أن هؤلاء أحبوا أهل البيت صحيح شايعوا أهل البيت لزموا أهل البيت وفي بعض الأحيان نصروا أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ولكن إنما أحبوهم وشايعوهم ونصروهم للدنيا لا للآخرة لا لاعتقادهم فيهم أنهم منصوبون من الله ومن رسوله صلى الله عليه وآله فكان تشيعهم تشيعاً دنيوياً هؤلاء قد يكسبون شيئاً في الدنيا ولكنهم في الآخرة خاسرون ما استكملوا حقيقة الإيمان وهؤلاء أنفسهم حتى في دار الدنيا حين تشتد الأمور تراهم يتخلون عن أهل البيت يتخاذلون عن نصرة أهل البيت وهذا الذي حصل بالنسبة إلى سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام أعداؤنا يوجهون إلينا هذه التهمة دائماً أنكم أنتم الذين استدعيتم الحسين وغررتموه أنتم شيعته وأنتم الذين خذلتموه والآن تبكون عليه دائماً هذا تجد في الإعلام المعادي تطرح هذه الشبهة ليش على أي أساس تتهموننا بذلك يقولون هذه أقوال سيدكم الحسين إمامكم أنه يشتكي من أن شيعته خذلته من قبله أمير المؤمنين عليه السلام من قبله الإمام الحسن كانوا يشتكون لهم شكايات معروف من أولئك الذين خذلوهم وكانوا يعبرون عنهم بأنهم من شيعتهم فهذا يدل على ماذا على صدق ما نحن نتهمكم به لا بس شوية ماي الذي يدفعني إلى أن أسمي هؤلاء بأن تشيعهم كان تشيعاً دنيوياً هو للدنيا بشكل عام ما أرتكز عليه في هذا الشأن هو قول سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام أستنبض هذا المعنى من أقوال سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام أحسنتم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآلي محمد وعجل وردهم 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 نقرأ في أمالي شيخ الطائفة الطوسي عليه الرحمة والرضوان في المجلد الأول الصفحة مائتين وتسع وخمسين هذه الرواية التي يرويها بسنده عن بشر بن غالب عن الحسين بن علي عليهم السلام قال من أحبنا لله وردنا نحن وهو على نبينا صلى الله عليه وآله هكذا وضم إصبعيه يقول اللي يحبنا ولكن حب لي شنو؟ لله وفي الله وردنا نحن وهو على جدنا على نبينا صلى الله عليه وآله هكذا وضم إصبعيه كهاتين ومن أحبنا للدنيا فإن الدنيا لتسع البر والفاجر فإنه إذا قام قائم العدل وسع عدله البر والفاجر إذا نهض بالأمر قام بالأمر أي بالحكم شخص عادل فإنه يسع عدله في دار الدنيا يسع ماذا؟ البر والفاجر أي أن عدله يعم الجميع حتى الفاجر لا يظلم عند حاكم العدل حتى الفاسق بل حتى الكافر أيظلم عند حاكم العدل؟ لا يظلم هذه الرواية لها نظير يرويه المخالفون بطرقهم عن سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام ممن رواها صاحب المعجم الكبير الطبراني هناك في المعجم الكبير تجد هذا الحديث المرقم برقم 2814 بسنده هو عن بشر بن غالب عن الحسين بن علي قال من أحبنا للدنيا فإن صاحب الدنيا يحبه البر والفاجر ومن أحبنا لله كنا نحن وهو يوم القيامة كهاتين وأشار بالسبابة والوسطى كهاتين زين ماذا تفيدنا هذه الرواية؟ أن هناك صنفان للتشيع تشيع لله وتشيع للدنيا التشيع الدنيوي تستفيد منه ماذا تستفيد؟ عدلا في الدنيا حتى إن كنت فاجرا كثير من الفجار أحب أهل البيت كثير من الفجار تشيعوا لأهل البيت كثير ولكن أي نوع من التشيع؟ التشيع الذي هو للدنيا مل من ظلم عثمان مثلا مل تعب تأذى فهتف باسم علي أنا أريد علي بن أبي طالب يصير خليفة يصير حاكم طيب اعتقاد في علي بن أبي طالب أنه وصي رسول الله أنه خليفته بلا فصل أنه إمام معصوم لا طيب ليش تشايع علي بن أبي طالب؟ ليش تدعو لعلي بن أبي طالب؟ لماذا تريد علي حاكما؟ يقول لي أنه أعلم أن علي ماذا؟ عادل فعدله سيسع البر والفاجر الدنيا تصير دنيا حلوة إذا علي بن أبي طالب يحكمها بس أكثر من هذا ما عنده هؤلاء الذين استدعوا سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام معظمهم كانوا على هذه الشاكل ملوا من جور يزيد ومن قبله معاوية ملوا من ولاة بني أمية تعبوا قالوا ما إلنا حل غير نجيب منه صبط رسول الله صلى الله عليه وآله هذا يجي يحكمنا نرتاح هؤلاء لما يجدون أن صبط رسول الله جاءهم ولكن اشتدت الأمور القضية بيها قتل بيها هلاك ماك من ورائها دنيا يعني المشروع السياسي الذي يريدونه لا يتحقق مو فقط أسلموا سيد الشهداء عليه السلام انقلبوا ضد حاربوا هؤلاء الذين كانوا يسمون ماذا شيعة في ذلك الزمان ولكن شيعة على هذه الشاكلة رواية ثالثة أيضا بهذا المضمون بسم الله الرحمن الرحيم الله وفضل على محمد وعليك 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 هذه الرواية تجدونها في كتاب أعلام الدين في صفات المؤمنين للديلمي عليه الرحمة في الصفحة أربعمائة وستين يقول قال أبو عبد الله أي الإمام الصادق صلوات الله عليه وفد إلى الحسين عليه السلام وفد قالوا يابن رسول الله إن أصحابنا وفدوا إلى معاوية ووفدنا نحن إليك يقول إحنا إلنا جماعة من أصحابنا إذولا ذهبوا إلى معاوية وفدوا إليه يعني يطلبون شيئا من معاوية إحنا ما قبلنا الروح لهذا الحاكم الجائر غير الشرعي جئنا إلى الحاكم الشرعي اللي هو الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام فنحن وفدنا إليك فقال عليه السلام إذن أجيزكم بأكثر مما يجيزهم أنا أنا رح أعطيكم من الأموال أكثر مما معاوية يعطي أصحابكم لأنكم جئتم إلي فقالوا فقالوا جُعِلْنَا فِدَاك إِنَّمَا جِئْنَا مُرْتَادِينَ لِدِينِنَا إِحْنَا مُو مُنْ أَهْلِ التشيُعِ الدُّنْيَوِي إِحْنَا جِئْنَاك للدين مو للأموال مو لطمع في الدنيا ما نريد شيء إحنا نريد منك الدين إنما جئناك مُرْتَادِينَ لِدِينِنَا اتأمل في الرواية كلش مهمة قال عليه السلام يقول الإمام الصادق فَطَأْطَأَ رَأْسَهُ وَنَكَتَ فِي الْأَرْضِ وَأَطْرَقَ طَوِيلًا الإمام الحسين عليه السلام أطرق رأسه ها شكل سوى ونكت في الأرض النكت في الأرض يعني كأنه يقلب حصى ينكت في حصى مثلا هذه كناية عن ماذا عن أنه يتفكر أنه مثلا يسكت لفترة ما حتى يجيب بعد التأمل طبعا الحسين عليه الصلاة والسلام إمام معصوم قوله هو قول السماء لماذا يحتاج إلى تفكر هذا ليس تفكرا وتأملا وإن بدى هكذا وإنما هو سكوت لكي يلتفت القوم حتى يقول عبارة أو كلمة مهمة جدا ترسخ في الأذهان لما يقولون ترى الحسين عليه السلام أطرق رأسه طويلا بعدين رفع رأسه وأجابنا هذا يقع في النفوس موقعا مؤثرا أكثر مما لو أجابهم فورا التفتوا جيدا قال فطأطأ رأسه ونكت في الأرض وأطرق طويلا ثم رفع رأسه فقال قصيرة من طويلة هذا مثل يراد به يعني أصل هذا المثل هكذا يقال قصيرة من طويلة يعني أعطيك شيء بسيط ولكن أصله ماذا عظيم قصيرة من طويلة يقال التمرة قصيرة لكن أصلها ماذا عظيم طويلة اللي هي النخلة جدا طويلة فهذا يجري مثلا لأهمية الكلام الذي سأقوله لكم وهو وإن بدى قصيرا لكن معناه وأصله ماذا واسع وعميق وكبير فيجب أن تتأملوا به الكلمة مهمة من سيد الشهداء عليه السلام قال قصيرة من طويلة شنو أي الكلمة القصيرة اللي معناها عظيم يا سيد الشهداء قال من أحبنا لم يحبنا لقرابة بيننا وبينه ولا لمعروف أسديناه إليه إنما أحبنا لله ورسوله فمن أحبنا جاء معنا يوم القيامة كهاتين والرواية تقول وقرنا بين سبابتيه هالشكل سوى رواية شيخ الطائفة والقرن بين إصبعيه ما متضح أي إصبعين نعم رواية الطبران من أهل الخلاف يقول قرن بين السبابتي والوسطى ولكن في هذه الرواية الثالثة في هذا الموقف الخاص يقول قرن بين سبابتيه هكذا ليش حتى يبين أنه ماكو بعد واحد أطول من واحد نفس يعني خطوة بخطوة مع أهل البيت إلى حوض الكوثر خطوة خطوة ما يصير تفرق أبدا هذا الذي يحبهم لماذا لله لا لقرابة بيننا وبينه لا هو سيد مثلا لا هو من عشيرتهم لا هو من أهل بيتهم ولا لمعروف أسديناه إليه ما محصل شيء مثلا دنيوي منهم ما محصل لا فلوس لا جاه لا منصب لا كرامة حتى كرامة أحيانا واحد ما يحصل كرامة من أهل البيت عليهم والسلام بعض الناس اللي إيمانهم ضعيف يروحون إلى سيد الشهداء عليه السلام يتوسلون في كربلاء المقدسة سنوات ما يحصلون حاجتهم ما يحصلون فيبدي شنو يبتعد عن طريق سيد الشهداء يبتعد هذا مو بس بالنسبة لسيد الشهداء على الإسلام هذا بالنسبة لعموم البشر يعني عموم البشر هذه مشكلتهم أنا أذكر قبل سنوات واحد أرسل رسالة أحيلت إلي من المكتب أنه أنا واقع في كثير من المشاكل والبلايا فعلموني دعاء كذا شيء معين فكتبنا ل مجموعة أشياء بعد يمكن سنتين أكثر أرسل رسالة أعلن فيها إلحاده قال أنا كفرت بأ الله خلص ماكو الله أصلا لأنه أنا جربت كل هالأدعية جربت كل هذا شو ماكو شيء إنحل هذا معناه والعياذ وبالله الله ظالم دي يشوفني أنا دا أتعذب وما دا يرحمني فإذا ماكو الله هذا مشكلة من ذو الإيمان الضعيف يحصل فرد شيء من أهل البيت من الله عز وجل يقوى إيمان ممكن ما يحصل شيء يبدو يبتعد عن طريق الإيمان شنو دا التاجر أنت مع الله ومع أهل البيت هؤلاء القوم الذين عبدوا الله ماذا رغبة طمعا لماذا تجار عبادة التجار هؤلاء هكذا على يتحال نفهم من كلام سيد الشهداء عليه السلام أن النجاة في الآخرة والورود معهم على نبيهم صلى الله عليه وآله كهاتين أو كهاتين بالأحرى هذا مقيد بأن يكون تشيعك تشيعا إيمانيا خالصا نقيا عقديا روحيا بعيدا عن الأطماع الدنيوية بعيد ومن هنا ندخل في التطبيقات والانعكاسات على سيرتنا في هذه الليالي أنه نحاول ماذا نعكس واقعنا المعاصر في مرآة الحسين عليه الصلاة والسلام وأنا وأنا صراحة لا أريد أنه أستغرق الآن في بيان هذا الأمر ولكن لا بأس بإشارة فقط وأنتوا ابحثوا فيما وراءها سلوا أنفسكم كم شخصا مننا اليوم في هذه الليلة في هذه الساعة ينادي باسم الحسين يرفع راية الحسين يخطب لأجل الحسين يقيم مجلسا لأجل الحسين يندب الحسين يلطم الحسين ولكن من وراء ذلك كله الدنيا أنت شوف اسأل هالشكل سل نفسك وابحث شوف يا ترى حقا كل الذين يعقدون المجالس الحسينية إنما عقدوها لله وفي الله أم بعضهم عقدوا هذه المجالس بصريح العبارة للدنيا واحد زعيم سياسي يعقد مجلس حتى شنو حتى يمشي سوق السياسي يريد ناس وجمهور وما يصير تمر هذه الذكرى بلا أن يعقد مجلس يحشون عليه ما يصير الزعيم الكذائي القائد الكذائي رئيس الحزب الكذائي أو مرشح الانتخابات الكذائي الآن عندنا بالكويت الآن انتخابات صايرة هكو انتخابات الآن كم واحد من مرشحي الانتخابات يمسوين في مقراتهم الانتخابية مجالس حسينية شوني يعني مجلس حسيني في مقر الانتخابي لله يعني مثلا لو تريد الأصوات وتريد الناس تجي وتقول أنا حسيني كمثال كم مجلسا يُعقد للوجاهات كم مجلسا يُعقد للمنافسات منافسة بين هاي الجماعة وهاي الجماعة أو بين هاي العائلة وهالعائلة أحيانا اللي تشوف يُعقد مجلس حقيقة للحسين فقط صلوات الله عليه يعني لله وفي الله هذا يبين عليه تلاقي أولا يتخلق بأخلاق الحسين ماشي على سيرة الحسين عليه السلام منهاج الحسين صلوات الله عليه وما انبرز نفسه على أساس أنا ترى عاقد مجلس يعني أنا عاقد مجلس وأما على صعيد الخطباء والرواديد فحدث ولا حرج بعد ما يحتاج بعد نتكلم أكثر أنه كم من خطيب مع الأسف مع الأسف هذا نتكلم كم من خطيب حقيقة إنما يخطبون للدنيا وأكو قائمة أسعار يعني قائمة أسعار خاصة ما يقبل هذا الخطيب ما يقبل أنه مثلا يجيب لهذا المكان يخطب في هذا المكان إذا تنطي مثلا هالمبلغ يقول أنا سعري هل قد أكو واحد خطيب مشهور جدا ما أجيب اسمه خلي يولي هذا كان عندنا بالكويت وبعدين صار من ذول مراجع حواسم صار فهذا ينقل عن أحواله أنه هالشكل يعني يتعامل سوق سوق بورصة كان منطي كلام لمجلس مشهور بالكويت قضية معروفة كانت في أيامها طبعا قبل سنين عديدة أنه منطي كلام لمجلس معين بالكويت أنه يقرأ عدهم في العشر الأولى في الخمسة عشر يوم يمكن من شهر محرم هكذا ففي أواخر الأيام يعني أقصد قبيل شهر محرم يعني أواخر أيام ذي الحجة إجي هاتفهم وقال أنا أعتذر ليش إحنا مسوين دعوات هل سوين نحصل بعد خطيب وكذا يعني إحنا مرتبين أمورنا كاملة على أنه أنت خطيبنا نتيجة منا منا حشوية تبينت القضية صراحة أنه مجلس آخر داعين هم بالكويت وزايدين السعر قايل أنا أروح يمذل وبعدين مرر مرر رسالة هالشكل يعني بين الصطور مثل ما يقلون أنه أنا مستعد أرجع بس شنو تدفعون انتهم شوية زياد متاجرة بالحسين عليه الصلاة والسلام هذا واقع الآن على صعيد الرواديد هم حدث ولا حرج لا إله إلا الله قيم السوق طغت على قيم العزاء الحسيني الأصيل كل فيديو كليبات وستوديوهات وكل واحد يتفنن هم يدخل أورغ وبيانو وكمان وما أدري كذا أصلاً ما يستحون بعضهم أصلاً ماكو فرق بينه وبين المغني ماكو فرق كل ما هنالك أنه هذا على أساس حول الحسين عليه السلام وذاك شنو على القضايا الفسق والفجور وإلا نفس الألحان حتى نفس الملحنين نفس الآلات اللهوية تستخدم المحرمة شرعاً نفس حتى الشكل أصلاً يعني الشكل يقص شعر بطريقة يسوي وجه بطريقة حركات يمثل أمام الكاميرا يسوي بطريقة اللي ما تفرق بينه بينه وبين أي مغني حتى البوسترات ما لاتهم أنا أذكر بالكويت أيام ما جنت بالكويت يعني في أواخر السنين قبل ما أعتقل وأهاجر أذكر كان هاي شغلة صايرة اللي إحنا منعناها يعني في حدود يعني إدارتنا وسلطتنا منعناها أنه جايبين بوستر لفرد واحد رادود ما أدري شنو يمسوي بوستر حتى يعني يعرض على واجهة محلات الأشرطة وكذا اللي تبيع اللطميات ومشاكل يمسوي هالشكل قلب قلب شبير كلش حلو قلب الحب يعني شايف يمسوي قلب هالشكل شبير لونه وردي ما أدري أحمر وخلي هو بصور تهم هالشكل قص فتقص ما أدري شلون مزين فتطريقة معينة وكاتب كلش شبير حبيبي بعدين شوية جو يا حسين هالشكل حبيبي يعني لما تشوف البوستر من بعيد تقول هذا بوستر ما الأغنية طبيعي من اللي هذا يعرض في الشوارع يخلوه ما البوسترات الأغاني شايف شلون هذه مهزل كثير الآن ترى العلم هذا بين قوسين أذكره كثير الآن من هذه الانتاجات التي تسمى حسينية ومشاكل لا تخلو من إشكالات شرعية لاستخدام آلات الله والاستخدام الموسيقى ومشاكل خصوصا هذه اللي بالستوديوهات أسأل اللي يمكن بالمجالس يعني بالحسينيات في هذه الليالي إن شاء الله ما بها إشكالات ولو بعضها أيضا موظفة سياسيا أكل بعض يلطمون على رموزهم السياسية ما يلطمون على الحسين عليه السلام يعني القصيدة أصلا مؤسسة وممنهجة لماذا للرمز السياسي لما يجي اسم الرمز السياسي الكذائي تلاقي لطمة يشتد يصير بحرارة أكثر توظيف قضايا السياسية الدنيا عموما دنيا هذا هو واقع هؤلاء يتبارون يتنافسون في أنهم من اللي حصل مبيعات أكثر لهذا الإنتاج مثلا شايف شلون ما شقد يحصلون إقبال عليهم من هذه الجهة متاجر سوق سوق هؤلاء لا أشك من يكونون على هذه الصفة ونعوذ بالله لا يتوبون ولا أتحدث فقط عن الرواديد لا أتحدث فقط عن الخطباء ولا أصحاب المجالس لا هذا أمر يعم في كل شأن ديني هؤلاء الذين يلوذون بأهل البيت ويدعون لأهل البيت وتجد من وراء ذلك الدنيا عند مصلحة دنيوية أو هدف دنيوي معين تارة أن يكون هدف سياسي تارة أن يكون هدف وجاهي تارة أن يكون هدف مالي مو أكو واحد هنا بواك شبير ضحك على العالم بإسم الحسين عليه الصلاة والسلام وباقي لملايين هذا موجود وصل أخيرا صلى وصام لأمر كان يطلبه فلما ناله لا صلى ولا صام هذا هو هذا كل موجود وتارة يكون لا من وراء دعوته لأهل البيت عليهم السلام أو خدمته لأهل البيت أو تصديه للمناظرات والمطارحات يكون من ورائه ماذا؟ أيضا مشروع دنيوي وهو ماذا؟ الوصول إلى المرجعية بأي ثمن بتخطي الموازين الحوزوية المعلومة والمعروفة بغير نصاب كامل هذا هم عنده مشروع طموح أن يصبح ماذا؟ زعيما للشيعة كم من مرجعية الآن موجودة؟ ما أتحدث عن المراجع العدول المعروفين المقدرين المحترمين أتحدث عن آخرين بس مرجعيات الآن موجودة ويتبعهم كثير من رعاع الناس مع الأسف كم مرجعية من هذه المرجعيات؟ مرجعية دنيوية في الواقع إنما ترفع شعار أهل البيت وشعار الحسين عليه السلام للدنيا للدنيا لا لله هؤلاء أصحاب التشيع الدنيوي الذي كان مبغوضا عند أهل البيت هؤلاء هم الذين خذلوا سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام لأن تشيعهم ليس تشيعا حقيقيا نعوذ بالله من أنه يتسلل إلى نفوسنا شيء من الرياء من العجب من الاهتمام بالدنيا باسم أهل البيت نتأكل باسم أهل البيت في الروايات الشريفة موجود هذا من استأكل بنا افتقر هذا هو اللي يستأكل بأهل البيت عليه الصلاة والسلام يفتقر ليس شرط أن يفتقر في الدنيا في الآخرة يفتقر يدور يحوس حوسة في أرض المحشر يريد واحد يسقي ما حد يسقي يريد يروح إلى حوض الكوتر حتى يسقى الملائكة يدفعونه يقولوا مو كان أنت تشيعك كان للدنيا بالدنيا حصلت اللي تري خلص شجاي هنا نشتسم نابعد مو مكان هذا يفتقر في الآخرة لا أحد يسقي هنا قد واحد يتساءل تساؤل هذا لازم نعرج عليه أنه إذا كان الحسين عليه الصلاة والسلام لا دنيا معه وكان يحارب هذا النوع من التشيع التشيع الدنيوي أو يذمه فإشلون نجد في التاريخ أن الحسين عليه الصلاة والسلام نعوذ بالله اهتم ببعض الأمور الدنيوية ألم يصادر قوافل صادرها صادر أموالها الحسين عليه الصلاة والسلام تعرفون هذا الشيء أم لا حسب ما ينقلون المؤرخين يعني وأصحاب السيار مر قافلة كانت متوجهة من اليمن إلى معاوية بن أبي سفيان لعناهم الله الحسين عليه السلام نص الطريق صادر القافلة أخذ أموالها كلها وفي طريق حركته عليه السلام إلى كربلاء أيضا كانت هناك قافلة أخرى من اليمن موجهة إلى من؟ إلى يزيد بن معاوي لعنة الله عليه صادرها الحسين صلوات الله عليه هذا موجود في التاريخ وإن كان الراوين على أو الروات له على حسب علمي من أهل الخلاف كنموذج تجدون في شرح النهج لابن أبي الحديد في المجلد الثامن عشر الصفحة أربعمائة وتسعة أن الحسين عليه السلام بعدما صادر القافلة الأولى تلك واستولى عليها أرسل رسالة إلى معاوية لعنه الله كتب فيها من الحسين بن علي إلى معاوية بن أبي سفيان أما بعد فإن عيرا مرت بنا من اليمن تحمل مالا وحللا وعنبرا وطيبا إليك لتودعها خزائن دمشق وتعل بها النهل بني أبيك النهل من بني أبيك يعني هؤلاء اللي هم شنو ريان يعني كل واحد منهم ريان شبعان ما عنده مشكلة تريد هذا شنو هالأموال وهالطيب وهالأشياء اللي موجودة تعطيها لهؤلاء تزيدهم ثروة إلى ثروة وإني احتجت إليها فأخذتها والسلام عجيب الموقف الثاني تجدونه في الأخبار الطوال للدينوري في الصفحة 245 يقول قالوا ولما فصل الحسين بن علي من مكة سائرا وقد وصل إلى التنعيم هذا في رحلة سيد الشهداء عليه السلام إلى كربلاء وصل إلى التنعيم لحق عيرا مقبلة من اليمن عليها ورس هذا نوع من أنواع النبات اللي يتخذ منه مثل الصبغ يعني أو الخضاب وما شاكل عليها ورس وحناء ينطلق به إلى يزيد بن معاوية فأخذها وما عليها كلها أخذها وقال لأصحاب الإبل من أحب منكم أن يسير معنا إلى العراق أو فينا كراه أعطينا أجر وأحسننا صحبته ومن أحب أن يفارقنا منها هنا أعطيناه من الكرا بقدر ما قطع من الأرض ففارقه قوم ومضى معه آخرون قد يقول هؤلاء المعادين لسيد الشهداء عليه السلام أنه هذا إمامكم شوف شلون كان يستولع على القوافل شو شلون كان يهتم بالدنيا شلون تقولون أنه يحارب التعلق بالدنيا يعني بعبارة أخرى يريدون أن يصوروا سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام نعوذ بالله لصا نعوذ بالله وهذه للعلم عين الشبهة التي يطرحها المعادون لرسول الله صلى الله عليه وآله من بعض اليهود والنصارى والمستشرقين والملاحدة أنه شنو هذا نبيكم هذا كان لص نعوذ بالله هو أساس معركة بدر كانت على شنو أنه بلغ قريشا أن رسول الله صلى الله عليه وآله قطع طريق قافلة أبي سفيان حتى يستولي عليها وبالفعل كانوا قد استولوا على قوافل أخرى من ذي قبل وبعد ذلك أيضا النبي كان يصادر أموال قريش فما الجواب على هذه الشبهة شوفوا التفتوا إخواني مسألة مهمة هذا المال الذي ينطلق به إلى معاوية إلى يزيد مال من؟ مال المسلمين يودع وين لازم يكون؟ بيت مال المسلمين مو بيت بني أمية هؤلاء كانوا يستولون على الزكاة الصدقات الخراج الأموال بشكل عام أموال المسلمين بدلا من قسمتها على المسلمين توزيعها على الفقراء على المحتاجين كانوا يوزعونها على من؟ على أنفسهم على النهل بني أبيك هذولة لكل واحد مكرش من الحرام الحسين عليه السلام هو المسؤول من قبل الله عز وجل عن بيت مال المسلمين هو الحاكم الشرعي هو الخليفة الشرعي إذا كان في قدرته أن يستنقذ المال هذه ليست سرقة هذا استنقاذ لمال بيت مال المسلمين هذا استنقاذ للمال الحسين عليه السلام يستنقذ المال حتى يوزعه على من؟ على الفقراء والمساكين حتى يصرفه في الوجوه الشرعية المقررة هذا مثل عندنا حكومة هي الحكومة الشرعية لها أرصد في البنوك لها أموال في البنك المركزي موجود تأتي حكومة تغزو هذه الحكومة يصير احتلال حكومة صدام إجت على حكومة الكويت نفرض حكومة الكويت شرعية استولت على أموال البنك المركزي طيب يوم من الأيام الأموال تنقل من هذا البنك إلى بغداد إلى صدام حكومة الكويت عندها مثلا كم عنصر هنا أو هناك مجموعات مسلحة تقطع الطريق على هذا القافلة أو على هذه الرحلة تروح ماذا؟ تستنقذ المال هذه تسميها لصوصية هذه هذه تسميها سرقة أم هذا استنقاذه للمال؟ المال مال تلك الحكومة الشرعية الحاكم الشرعي الخليف الشرعي هو الحسين عليه الصلاة والسلام المال مال الله وهذا وكيل الله في الأرض حجة الله في الأرض كل ما تسنح له الفرصة مو بس الحسين الحسن أمير المؤمنين رسول الله صلى الله عليه وآله وهكذا حكام الشرع إلى يومنا هذا إذا سنحت فرصة أن نستنقذ مالا من حكم جائر فهذا واجب في الجملة واجب في الجملة هذا العجب ممن يطرح هذه الشبهة يريد بها أن يسيئ إلى سيد الشهداء أو إلى جده رسول الله صلى الله عليه وآله الآن هؤلاء الملاحدة اليهود النصارى غيرهم الذين يعادون يكتبون كتابات ضد الإسلام ويؤلفون كتب ضد رسول الله صلى الله عليه وآله يصورونه على أنه نعوذ بالله كان يستولي يعني سرقة من مال قريش هؤلاء أنفسهم في معاييرهم الآن في الزمن الحالي أليسوا يرون أن تجميد ومصادرة أموال الأنظمة الإجرامية الدكتاتورية القمعية أمر حسن وعقلائي وشيء طيب الآن بشار الأسد ممجمدين أرصدت كل بشار وحكومته في الخارج بل ويعطون منها بقرارات أممية دولية للمعارضين يمولونهم من الأرصد السورية حتى ماذا يقاومون النظام لماذا لا يسمى هذا سرقة يقولون لا هذه أموال شعب وهذا نظام جائر استولى على هذا الشعب بالحديد والنار ورحل أرصدته إلى ماذا إلى الخارج إحنا هم وظيفتنا نكون مع المظلوم وظيفتنا تكون مع المطهد أصلا حتى لو ما كان أكو مظلوم إحنا مجرد هذه الأنظمة تجفيف منابع تمويلها وحرمانها من أصولها المالية هو أمر حسن لأن هذه الأنظمة إذا فقدت المال هذه الأنظمة القمعية فإنها ماذا لن تتمكن من مواصلة القتال لن تتمكن من مواصلة الإرهاب والجور أخذوا أموال الجائرين والمجرمين والإرهابيين العقلاء يرونه أمرا طيبا حسنا لأنك بذلك تمنعهم من الظلم قريش قريش كانت هكذا عبارة عن نظام إرهابي إجرامي دموي ليس معاديا للمسلمين فقط بل معاديا للإنسانية لم تكن هناك شريعة لقريش إلا شريعة الغاب وحشية يستعبدون الناس يظلمون الناس يقتلون الناس تاريخ من الحروب من اغتصاب الأعراض إلى ما هناك مما تعرفون رسول الله صلى الله عليه وآله قام بالدور الذي يفرضه عليه المبدأ الإنساني قبل الشرعي وهو أن يحاول قطع طرق إمداد حكومة قريش بالمال القوافر اللي تأتي من الشام يقطع طريقه خاصة أن هذه الحكومة القرشية كانت قد صادرت دور المسلمين في مكة أموال المسلمين في مكة صادره فهذا المال يصبح ماذا فيئا لابد أن يوزع على من على أولئك المظلومين الذين فقدوا كل شيء ممن هاجروا إلى المدينة الحسين عليه الصلاة والسلام ابن رسول الله صلى الله عليه وآله فعلى منهاجه هذا مؤمر سيء هذا بالعكس إذا كان بقدرته أن يمنع المال من أن يصل إلى معاوية ويمنع المال أن يصل إلى يزيد هذا أمر جدا طيب وحسن وأساسا الحسين عليه الصلاة والسلام كانت هذه إحدى أهم موجبات ثورته عليهم أن هؤلاء القوم قد استأثروا بالفيئ لاحظوا ماذا قال الحسين عليه السلام لما خطب بالحر وأصحابه هذا تجدونه في مقتل أبي مخنف فالصفحة 85 يروي عن عقبة بن أبي العزار أن الحسين خطب أصحابه وأصحاب الحر بالبيضة منطقة البيضة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال من رأى منكم سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ناكثا لعهد الله مخالفا لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان فلم يغير عليه بفعل ولا قول كان حقا على الله أن يدخله مدخله صلى الله عليه وآله محمد صلى الله عليه وآله 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 رسول الله ألا وإن هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن وأظهروا الفساد وعطلوا الحدود واستأثروا بالفيء شوفوا لاحظوا هذه كانت نقاط الإدانة التي وجهها سيد الشهداء عليه السلام للأمويين أنهم ماذا لزموا طاعة الشيطان تركوا طاعة الرحمن أظهروا الفساد عطلوا الحدود واستأثروا بالفيء هذه نقطة الاستأثار بالفيء مهمة واستأثروا بالفيء وأحلوا حرام الله وحرموا حلاله كم شخصا كان يعاني في حكومة أو تحت حكومة بني أمية من الفقر كم شخصا كان يكاد يموت جوعا في حين الثروة كلها متركزة في يد من بني أمية النهل بني أبيك مثل ما قال الحسين عليه السلام لمعاوية الآن هم الوضع هكذا الآن حكام العرب والعجم عموما هكذا الثروات متمركزة في يد من الحكم الحاكم وبطانة الحاكم وحزب الحاكم الآن هذولا أنا أصلا ما أدري صراحة الشعب الأردن شلون يعيش أنا شخصيا ما أعرف لأن الوضع الاقتصادي منهار في الأردن بمعنى الكريم منهار تدري الأردن أساسا بلد فقير ما في موارد وهذا ملكهم هذا اللي هو نعوذ بالله سيش نحتي ما نريد نتكلم على المنبر ألفاظ يمكن مو ملائمة المهم عموما مو رجل هو هذا الرجل إشلون عايش أي مال لديه أي ثروات لديه عايش عيشة ملوك يأكل ما لذ وطاب ويلبس أفخر الثياب والشعب مسحوق 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 بمعنى الكلمة شوفونهم هالأيام دي يقومون شوية هم مظاهرات إن شاء الله منسمع يوم الأيام يسقطون هذا العميل الخبيث صنيعة الاستعمار هو وأبوه وجده وكلهم هذولا عائلة زفت كانوا تأريخ من الخيانات هؤلاء وشيء معروف ترى يعني مو شغلة سرية الكل يعرف بيها وثائق البريطانية بس راجعها في الأرشيف البريطاني راجعها أشوفوا عن تاريخ هؤلاء العملاء شنو زين إذا أنا عندي قدرة بالله عليك أنه أنا أستنقذ مال من أرصدة عبد الله حاكم الأردن أستنقذ مال وأوزعها على هذا الشعب المظلوم الفقير ليش ما أسوي هؤلاء استأثروا بالفير هذا مو مال أبوهم هذا هذا بيت مال المسلمين لا تنسى أيضا ماذا قاله الحسين عليه السلام في خطبته التي خطب بها لمن للأكابر اللي رويناها قبل كم يوم عن تحف العقول ماذا قال عليه السلام في جزء من تلك الخطبة يقول وذلك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعاء إلى الإسلام مع رد المظالم ومخالفة الظالم وقسمة الفيء والغنائم وأخذ الصدقات من مواضعها ووضعها في حقها يقول هذه هي وظيفة الأمر بالمعروف والنهي على المنكر على التمام والكمال تخالف الظالم وبعد وتاخذ الفيء من هذا الظالم وتقسمه على من على من يستحقه وذلك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعاء إلى الإسلام مع رد المظالم ومخالفة الظالم وقسمة الفيء والغنائم وأخذ الصدقات من مواضعها ووضعها في حقها فإذا هذه شبهة مردودة من الناحية الشرعية ما قام به الحسين عليه السلام من مصادرة تلك القوافل كان أصلا عملا واجبا شرعا لأنه إنما يستنقذ مال المسلمين وهو خليفة الله في الأرض وهو المتكفل بقسمته وصرفه في وجوهه المقرر وكذلك رسول الله حين عمل أصن الأرض وما عليها ملك الله وهؤلاء هم حجج الله صلوات الله عليه فهم الأحق بالتصرف لا حق لأحد في التصرف بالأموال أموال الموارد الطبيعية أو أموال الناس هذا يكون غاصبا هذا هو السارق يكون هذا هو السارق الحقيقي فإذن هذه الشبهة ساقطة وكما قلنا الأحرار في العالم العقلاء في العالم يستحسنون مصادرة أموال الحكومات المتجبرة والأنظمة الطاغية يستحسنون ذلك ولا يرون فيه عيبا أو قبحا فما الذي يقول أن الحسين عليه السلام كان متشبثا بالدنيا بناء على هذه الشبهة هذا يكون ماذا لا أقل واهما خلي نعبر هكذا لا طريق الحسين أنه لا دنيا مع الحسين هذه كانت على ما أتذكر السنة الماضية في الليالي الحسينية كان هذا عنوان إحدى محاضراتنا في تلك الليالي لا دنيا مع الحسين صلواته الله عليه التشيع الدنيوي خطر كارثة مأساة من أكبر مساوئ التشيع الدنيوي أنه يغدو تشيع الخذلان هذا المتشيع دنيويا لأهل البيت عليه والسلام يخذل أهل البيت ما هي مناسبة هذا الكلام أيها الإخوة كما قلنا بحاجة إلى تطبيقات حسينية على واقعنا المعاصر ما الذي يدريكم أنه إذا ظهر إمامنا وسيدنا صاحب الأمر صلوات الله عليه وعجر الله تعالى فرجه نعوذ بالله جلنا لا يخذله كما خذل أولئك أبا عبد الله الحسين لازم نشوف شنو الأسباب حتى لا نقع في مثل هذا مع أنه الروايات بالنتيجة تنبئنا أنتو تعرفون بعد أن روايات الظهور تتحدث بكل صراحة عن أنه كثير ممن يدعون التشيع مو بس يخذلون الإمام صاحب الزمان وإنما سيحاربونه أصل يحاربونه اللي يدعون تشيع يحاربونه أي يخذلون الإمام نعوذ بالله بماذا يتشبثون يتشبثون بعناوين شرعية للخذلان مثل ما أولئك تشبثوا بعناوين شرعية لخذلان الحسين عليه الصلاة والسلام واحد من تلك العناوين الشرعية عنوانه التقية التقية عنوان شرعي سليم بس إذا أخذت التقية طبقتها في غير مواردها أنت تكون آثم مجرم عاصي تروح إلى جهنم ترى إذا تستخدم التقية في غير مواردها التفت جيدا لا يكون يصير تساهل عند بعض الناس بسبب أبواق الضلال اليوم يريد من عندك أن تتساهل في هذا الحكم إخواني التقية مثل شرب الخمر يصير واحد يتساهل في شرب الخمر ما يصير متى تقدر تشرب الخمر أو تأكل الميت في حال الاضطرار فمن اضطر غير باغ ولا آثم هكذا في هالمورد في حال الاضطرار تعمل بالتقية اضطرارا مو تتخذ إليك قاعدة والسلوك هذا مثل اللي يتساهل في شرب الخمر يقول أنا مضطر شي سوي أنا بردان وهناهم جو بارد ما أشعر بالدف إلا أشرب خمر يقال أن الذين يشربون خمر ماذا يشعرون بالدف أنا ما عندي غير هذا الحل شنا أسوي ضرورة صارت يلا اضطرار هذا ماكو فقيه يجيزه فكذلك هذا الذي يستعمل التقية في غير حال الاضطرار حرام الصديقة الكبرى صلوات الله عليها تتعرض للهجوم أنت تشوف أمام عينك نفرض إحنا الآن رجعنا 1400 سنة إلى الوراء وأمام عيننا إحنا نشوف عمر وعصابته جايين شايلين نار خالين حطب حول دار الصديقة الكبرى عليها الصلاة والسلام عمر يصيح أحرقوا دارها بمن فيها أحرقوا دارها بمن فيها يقال له إن في الدار فاطمة والحسن والحسين يقول وإن تشوف هذا الموقف أمام عينك الزهراء محور أهل البيت أم أبيها تتعرض لهجوم ما تسلسيفك تروح تدافع عنها تقول لا أنا أعمل بالتقية إذا عملت بالتقية في هذا الموقف فأنت في جهنم في جهنم ما يصير تقول لا أنا ما أقدر عليهم وأنا أعمل بالتقية ما يصير فكذلك في زماننا أيها الإخوة لما تشوف أئمتنا عليهم والسلام يتعرضون للعدوان عدوان الآن حرب كبيرة مشنة على الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام في إعلام النواصب في أنظمة النواصب هذه حرب هذه إحنا الآن نعيش مرحلة حرب لما تشوف هكذا لازم تدافع لازم تتكلم لا تقول أعمل بالتقية أقعد مو مجاز أنت لازم تكون الأمور هكذا متضحة للمؤمنين لأنه هاي التقية تحولت إلى ماذا من مجرد حكم استثناء الطراري إلى يعني جعلوها هي الأصل في حين هي الاستثناء أصلا ما معنى التقية ارتكاب عمل محرم بالعنوان الأولي يصبح محللا بالعنوان الثانوي لمكان الضرار لمكان الاضطرار هذا معنى التقية بالأصل هو أساسا العمل اللي ترتكبه هو محرم بالأصل بس يصير بسبب الضرر والاضطرار يصير شنو حلال عليك هذا يسمى تقية تتقي الضرر تتقي الظلم ماكو عليك ضرر ماكو عليك اضطهاد ماكو عليك ظلم أنت عايش بلندن عايش بأمريكا عايش بأوروبا ما تعمل بالتقية ما يجوز لك تعمل بالتقية شنو هذا الحج الامام الصادق عليه الصلاة والسلام كم مرة أبلغتكم يشكو أنه لما يظهر الامام المهدي عليه الصلاة والسلام ويطالبكم بالنصرة لقلتم له لا نفعل إنما نتقي ولكانت التقية أحب إليكم من آبائكم وأمهاتكم الامام الصادق عليه السلام هنا يحذر من ماذا من تحول مفهوم التقية إلى حالة مرضية بحيث الناس تحتج على خاتم الأوصياء الحجة ابن الحسن عليه السلام بالتقية يقولوا لا ما مستعدين إحلى لنصرتك والجهاد بين يديك وتحت لوائك إنما نتقي في نفس الرواية اقرأ رواية شوية طويلة الامام عليه السلام يصف هؤلاء بأهل النفاق أكو في الشيعة منافقين نعم ممن يدعون التشيع هؤلاء من هم حتى وإن لم يعلم النفاق من نفسه ترى النفاق حالة خفية في كثير من الأحيان هذا الذي يكون تشيعه تشيعا دنيويا بصريح العبارة ما مستعد للمواجهات لأن المواجهات ما من ورائها دنيا عادة ما مستعد للقيل والقال والمشاكل والمصادمات ليش أنتوا منهج صدامي ليش أنتوا منهج هكذا ما مستعد الوظيفة الشرعية تحتم عليه أن يمشي بهذا الطريق هو لا يريد أن يمشي في هذا الطريق لماذا؟ لأنه ما من ورائه دنيا صدقوا بالله لهذا منهجنا من ورائه دنيا لرأيتم هؤلاء الذين الآن يصرخون مهاجمين لنا من هنا أو هنا كلهم لالتفوا وراءنا بس لو حسوا أو شموا وريحة دنيا أكون من ورائنا نحن نعرفهم زين دنيا الناس عبيد الدنيا والدين شنو؟ علج لعق على لسانهم فإذا محصوا بالبلاء صارت مواجهات صارت مشاكل قل الديانون اللي صدق مدينين هذولا شنو؟ تلاقيهم قليل قليل كالملح في الزاد وين؟ يا أخي فضيحة 313 ماكو هؤلاء الذين كانوا في زمان الحسين عليه السلام نفس الشيء تشيع دنيوي رخيص هؤلاء نعم كتبوا إلى الحسين للحسين بن علي من شيعته في الكوفة يعبروا عنفسهم من شيعته من شيعته ومحبيه اقرأوا رسائلهم أما أي تشيع هؤلاء؟ تشيع دنيوي اللي سموا بعضهم شنو؟ تشيع سياسي ما عرفوا المعصوم حق معرفته ولا آمنوا به حق الإيمان قضيتهم هذه ولذلك هؤلاء لما علموا أن الحسين انقطعت فرصته في أن يتولى الحكم تسللوا وتركوا الحسين وخذلوا تصور الحسين خرج من مكة معه 73 شخص؟ لا معه أكثر من ألف على أقل تقدير أكثر من ألف كان عنده هذون بس اللي خرجوا من مكة وغير اللي التحقوا بالطريق غير الذين وصلوا من طرق الكوفة بعضهم تسللوا ووصلوا وصلوا أنفسهم وين هم هؤلاء؟ وين راحوا؟ لما حسوا أنه الحسين هيدا يحشي يقول قتل وشهادة وذبح قالوا لا يا عمي إحنا صحيح شيعة بس إحنا شيعة دنيويين إحنا شايعناك من أجل أن أنت تحكمنا ونريد عدالة يلا مو مشكلة ننصرك بس على هذا الأساس أما من حصيناها صجية شنو؟ لا عمي نروح نرجع إدراجنا شنسوه وياك لاحظوا أيها الإخوة هاي الصور عن هذا الواقع المرير الذي كان في ذلك الزمان تشيّع الدنيوي لاحظوا اقرأوا في منتخب الطريحي في الصفحة 426 لما يتحدث عن أن الحسين عليه السلام في الطريق بلغه نبأ مقتل مسلم بن عقيل وهاني بن عروة عليهما السلام يقول وبلغه الخبر عن مسلم بن عقيل وهاني بن عروة أنهما قتلا فقال إنا لله وإنا إليه راجعوا ثم قال للركب يعني ذول الركب الذين جاءوا من الكوفة وأبلغوه بهذه الأنباء ولكم علم برسولي عندكم علم برسولي الذي أرسلته إليكم ماذا حصل معه قيس بن مسهر الأسد الصيداوي رسول الحسين عليه السلام قالوا نعم عندنا علم برسولك قتله بن زياد فاسترجع وبكى أيضا الحسين عليه السلام قال إنا لله وإنا إليه راجعون وبكى على قيس بن مسهر عليه الرحمة والرضوان وقال جعل الله له الجنة ثوابا اللهم اجعل لنا ولشيعتنا منزلا كريما إنك على كل شيء قدير أريدك هنا تخلي خط أنه يدعو لشيعته أي شيعة هؤلاء لأنه سيأتي فيما بعد ذم لشيعته ومشكلة العدو أنه ماذا يأخذ يأخذ الذم ويقول شوفوا هاي أئمتكم شلون يذمون الشيعة جيب لروايات صحيح عندنا كثير من الروايات التي تذم الشيعة بس أي شيعة هذا ما فهم الروايات في قبال هذه الروايات عشرات الروايات التي تمدح الشيعة وتدعو للشيعة صحيح له لا لماذا تشبثت بطائفة دون طائفة لماذا أخذت بعض الكلم دون بعض أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض هالشكل طريقتكم ما يصير واحد كمنهج علمي أن يأخذ عبارة ويترك عبارة لأن الصورة لا تكون متوازنة متضحة بالنسبة إليه إلى إما عندهم مدائح كثيرة لشيعتهم شيعتنا منا خلقوا من فاضل طينتنا إلى آخره كما تعلمون كثير عشرات وربما مئات الروايات في مدح الشيعة نعم هناك أيضا طائفة من الروايات التي تذم الشيعة وذمهم شديد للشيعة خذلتنا شيعتنا لو كان كل الناس شيعة لنا لكان ثلاثة أرباعهم شكاكا والربع الرائب ويأحمق خدامنا شرار خلق الله هذه رواية موجودة خدامنا لإما عليهم سامن يقولون شنو شرار خلق الله هؤلاء شي سوون العدو يروح يأخذ هالطائفة من الروايات ويهمل البقية فالصورة تصير شنو مشوشة عند الناس لازم تأخذ الطائفتين معا من الروايات حتى تميز تعرف أن الإمام لما تكلم عن شعب لسان الذنب يقصد أي نوع من الشيعة الشيعة العقائديين الأصيلين الشجعان الذين صفتهم كما يقول الإمام العسكري عليه السلام لا يهابون الموت أوقعوا على الموت أو وقع الموت عليهم هؤلاء له يتحدث عن أصحاب التشيع الدنيوي واللي هم بالأصل منكم اللي زعموا أنهم شيعة وكانت مشايعتهم مشايعة سياسية دنيوية بحتة أو المدعين للتشيع منهج علمي يفترض بك أن تنظر إلى الأمرين مو تفتح عين وتغمض عين هذا مثل اللي يسوي يروح يجيب روايات رسول الله أحاديث رسول الله كثيرة صلى الله عليه وآله في ذنب أمته في ذنب أصحابه موجود؟ لا لا مو موجود حتى العدو يرويها أمتي كذا تنقلب من بعدي لو دخل اليهود والنصارى جحر ضب لدخلتموه يضرب بعضكم رقابة بعض كفارا ترجعن بعدين وهذه روايات موجودة كثيرة موجودة في صحاح القوم موجودة كثير من الأحاديث التي فيها رسول الله صلى الله عليه وآله يذم أمته وأصحابه بأشد العبارات شنو معنى؟ نروح ناخذ فقط هذه الطائفة من الأحاديث ونقول خلاص أمة الإسلام إلى جهنم كلهم لا نقول هذه الروايات بدلالة الطائفة الأخرى المادحة للأمة وللأصحاب مقيدة بمن؟ بالخونة من الأمة بالخونة من الأصحاب بالمنافقين بالمدعين للإسلام المدعين للإيمان أهل الدنيا الذين كان إسلامهم دنيويا الذين يعبدون الله على حرف هذا نقول هذا الشكل منهج علمي يقول هنا الحسين عليه السلام يمدح شيعته ويدعو لهم يقول اللهم اجعل لنا ولشيعتنا منزلا كريما إنك على كل شيء قدير ثم إنه عليه السلام قام خطيبا بالناس وقال تفت معي إنه قد نزل بنا من الأمر ما ترون وإن الدنيا قد تغيرت وتنكرت وأدبر معروفها ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء هاي كناية عن القلة هاي الماء المتبقي في الإناء شلون يسمى صبابة شلون ماء قليل يقول ترى إحنا الدنيانة اللي بقى منها بس هذا أيام نروح ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه أو لا ينتهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء الله محقا وإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برم الله أكبر شلون تنقل بالمفاهيم انقلابا مقدسا الموت يصبح سعادة والحياة تصبح كآلة إذا كانت حياتك مع الظالمين وإنت مستقر مع الظالمين ومرتاح مع الظالمين هذه حياة برم هذه حياة ذل موت هذه من أقوال سيد الشهداء عليه السلام موت في عز خير من حياة في ذل شنو فائدة تعيش أنت الذليل تحت حكم من يتحكم بك وبدينك وبنفسك وبأرضك وبمالك وبشعبك وبأمتك وبمقدساتك شنو الفائدة أي حياة هذه هذه حياة مذلة يرفضها قاموس سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام إحنا الآن أمة ذليلة لأن مقدساتنا بيد الغير مكة والمدينة بيد الغير البقيع بيد الغير يتحكمون بمقدساتنا أوطاننا مسلوبة شعوبنا مسلوبة إحنا عموما خاضعون للغير حتى في البلدان اللي إحنا فيها أكثرية أنت تصور إحنا في العراق إحنا عايشين بعزة إحنا عايشين بذلة والله في العراق إذا ما عايشين بذلة إحنا الشيعة في العراق أسماء أعداء وقتلت أهل البيت عليه والسلام إلى الآن مرفوعة في العراق هذه موذلة هذه قاتل موسى بن جعفر شارع مهم في بغداد بإسمه قاتل جعفر بن محمد منطقة في بغداد بإسمه وبها تمثال أيضا صنم ماله موجود منطقة المنصور جامعات بأسماؤهم مدارس بأسماؤهم مناهج المناج التربوية الدراسية في العراق اقرأوا المناهج كلها على مدح أبي بكر وعمر وما أدري عائشة ومعاوية والله العالم منه بعد أك وين العزة اللي حصلناها في العراق سؤال هذا الغافل الذي يقول إحنا الآن في عزة في العراق وإحنا نحكم حكم شيعاك بالعراق وين حكم شيعاك؟ ماكو حكم شيعا في العراق حشي هذا كل حشي في حشي أنا لا أفهم الحكم الشيعي هكذا الحكم الشيعي هو حكم الإسلام حكم رسول الله حكم الأئمة الأطهار عليهم السلام الذي يرفع الذلة عن كواهلنا نحن ما رفعنا الذلة عن كواهل ما زال الغير متحكم بنا قوانين الغير مفاهيم الغير ثقافة الغير هذه حياة برم هذه وإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برم ثم سار عليه السلام إلى نصف النهار فرقد واستيقظ وقال رأيت هاتفا يقول أنتم تسيرون والمنايا تسرع بكم إلى الجن فقال له ابنه روحي فدا علينا الأكبر صلوات الله عليه هذه هم ليلته قال له يا أبتاه ألسنا على الحق قال ابني إي والذي مرجع العباد إليه إحنا على الحق فقال إذن لا نبالي بالموت بعد شيء همنا وقع الموت علينا أو وقعنا على الموت شيء همنا بعد هذا الموقف الذي رفع علي الأكبر عليه الصلاة والسلام إلى تلك وليش لا طبيعي بعد أشبه الناس خلقا وخلقا هذا من خلق رسول الله ألا يهاب المرء الموت إذا كان على الحق قال لا ألسنا على الحق قال إي والذي مرجع العباد إليه قال إذن لا نبالي بالموت خلص مش كنت حلوهم أن الوالد يشوف ابنه وابنه الأكبر واقفوا إياه في هالشكل موقف يرتاح قال ثم إنه عليه السلام سار حتى إلى موضع يقال له زبالة فنزل بها وخطب الناس فقال نا التفت أيها الناس إنما جمعتكم على أن العراق لي وقد أتاني خبر فضيع عن ابن عمي مسلم يدل على أن شيعتنا قد خذلتنا بصريح العبار الحسين عليه السلام يقول شيعتنا ماذا قد خذلتنا أي شيعة الشيعة الذين دعا لهم قبلها قبلها بس أسطرها قرأنا دعا لهم وقال اللهم اجعل لنا ولشيعتنا منزلا كريما لا يقصد الشيعة الدنيويين هؤلاء هم الخاذلون صحيح يقول أيها الناس إنما جمعتكم على أن العراق ليتر إحنا رايحين حسب ما تصور لموجود عدكم على أنه أنا آخذ شنو العراق وأحكم العراق وقد أتاني خبر فضيع عن ابن عمي مسلم يدل على أن شيعتنا قد خذلتنا فمن كان منكم يصبر على حر السيوف وطعن الأسنة فليتم معنا وإلا فلينصرف عننا من هسة أرى أقول لكم أنا رايح للاستشهاد في سبيل الله أنا رايح للذبحة ماكو دنيا زين تبين ماكو دنيا شنو يصير هذا اللي صار قال فجعل القوم يتفرقون يمينا وشمالا حتى لم يبق معه من أهل بيته ومواليه إلا نيف وسبعون رجلا وهم الذين خرجوا معه من مكة بس البقية ماذا تفرقوا يمينا وشمالا ليش لأن تشيعهم كان تشيعا دنيويا لا أريد أن أسمي الأشياء بمسمياتها أكثر لا أريد أن أتكلم بصراحة أكثر ولكن شوف أنت إذا ظهر إمامنا وسيدنا صلوات الله عليه إن شاء الله قريبا كم واحدهم يروحون يمينا وشمالا يتفرقون يمينا وشمالا مع أنهم كانوا في السابق من الأكابر كبار خدام الحسين عليه الصلاة والسلام كبار خدام الحسين قالت ما أريد أن أتكلم بصراحة أكثر بس صراحة متألم صراحة متألم لأنه عندي تجارب مع هؤلاء يا أخي أبسط المبادئ الحسينية ما عنده شلون يكون هذا بالفعل من أهل التشيع الحقيقي قل لي إحنا فاد مرة مبادرة سوينا بالكويت مع أحدهم من أرباب المجالس العظيمة بالكويت المعروفة على أنه يصير موكب تطبير موكب إدماء مقدس لسيد الشهداء عليه الصلاة والسلام في الشارع عيب عيب في البحرين تحت حكم آل خليفة يطلعون مواكب التطبير في الشوارع في الإحساء في القطيف تحت حكم آل سعود يطلعون يوم العاشر تشوفون هسه عقب باشر تشوفون يطلعون مواكب بكل بسالة وبكل شجاعة يدمون أنفسهم مواساة لسيد الشهداء عليه السلام وأحياء لذكره معقول أنتو كويتيين شيعة قاعدين تحت حكم آل الصباح اللي هو أخف وطأة بكثير من حكم آل سعود آل خليفة اتخافون يطلعون بالشارع من الطبون يطلعون في المجالس مع أنه هذه شعائر الأصل في الشعائر هو الإظهار الشعائر معالم مظاهر هذا معنى الشعائر ليش الخوف طلعوا في الشارع سوينا مبادرة بعض المجالس قبلت بعض المجالس ما قبلت أخيراً شنوا على النحملة كلش قوية فشل المشروع مع أنه لأدفه من هذا يطلعون في الشوارع على قضايا سياسية تأبين مغنية وما تأبين مغنية يطلعوا في الشوارع فضيحة يا أخي على قضايا سياسية يطلعون في الشوارع وتصير مواجهات وصدامات ويقبلون وحتى اعتقالات صار بيها أما على قضية الحسين ما يطلعون هذا تشيعهم تشيع شنو دنيوي الحسين طريق المواجهات مر معنا قبل ليلتين شنو قال الحسين عليه السلام في تأنيبه لابن عباس وابن عمر وأمثالهم شنو قال لهم ولا نفساً خاطرتم بها في ذات الله لازم تخاطر إذا أنت ما أخذ طريق الحسين طريق المخاطرة هذا شنو يمنع شوية تطلع تكسر قانون طوز بالقانون يا أخي اطلع شوية اطلع سوي لك موكب اول يوم يصير اعتقال اول سنة يصير اعتقال ثاني سنة بعد ما يصير اعتقال يصير أمر عادي تفرض أمر واقع شنو هالجبن هذا اللي قاتلنا شنو هالخوف هذا اللي قاتلنا هؤلاء لما يظهر صاحبه الأمر والله أخشى عليهم أنهم بالفعل يكونوا ممن يتفرق يمنة ويسرها يتفرقان يمينا ويسارا هؤلاء الذين نصروا سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام كان الشجعان الذين تشيعهم تشيع حقيقي راسخ مو تشيع دنيوي مو تشيع ادعائي لفظي لا تشيع حقيقي راسخ في القلب ولذلك شوف المواقف العظيمة التي سجلوها كأروع صور الوفاء والاستبسال في الدفاع عن القائد حتى وهم يعلمون أنه ذاهب بهم إلى الموت كانوا يعتبرون ذلك شرفا وفخرا شكت فرق بون شاسع بين هؤلاء وبين الذين أخذوا عنه وتفرقوا يمينا وشمالا سواد وجهها انظر الصورة المشرقة تجدها في الخرائج والجرائح للقطب الراوندي في المجلد الثاني الصفحة 847 يروي هذه الرواية عن أبي حمزة الثمال عليه الرحمة والرضوان قال قال علي بن الحسين عليهما السلام الإمام السجاد كنت مع أبي الليلة التي قتل في صبيحتها ليلة العاشر أنا كنت مع أبي فقال لأصحابه هذا الليل فاتخذوه جملا فإن القوم إنما يريدونني ولو قتلوني لم يلتفتوا إليكم أنتوا روحوا راح تأمنون أنفسكم لأن الاستهداف موجه لشخصي أنا للرأس بعد أنتوا إذا ذرحتوا خلاص ما يجي عليكم شيء وأنتم في حل وسعة خلاص أنا أحلكم من بيعتي تهلموا فقالوا لا والله لا يكون هذا أبدا من أقبل ونقسم على أنه هذا ما يصير أبدا زين قال إنكم تقتلون غدا لا يفلت منكم رجل شوفوا شقدة يوضح يقول ترى باشر ماكو غير القتل غير القتل ماكو حتى واحد لن يفلت الآن لو نقولها الكلمة إلى بعض الناس والله كلهم يفلتون تقول لها باشر باشر قتل قتلها ماكو شيء دنيا ماكو انتصار ماكو أي شانس ماكو أبدا ولا واحدهم يفلت لا تصور تقدر تقاتل تسجل بطولات وأنت مثلا تستثنى من القاعدة تفلت فتصير يعني إلك شأن في الدنيا النووي أنت يعني جاهدت وبذلت خوش يعني جهود في القتال أبليت بلاء حسنا لا لا الكل ترها الكل السيف جاي على أرقب تباتر إنه لن يفلت منكم رجل خلص قالوا الله أكبر والله هاي كلمة عجيبة تهز الوجدان قالوا الحمد لله الذي شرفنا بالقتل معك الله شرفنا بأن نقتل مع الحسين سيد شباب أهل الجنة شريد أحسن منها الشكل يعتبرونه شرفا وأسفاه على شيعة هذا الزمان لما يقولون بسببكم إحنا نقتل الله أكبر أين أنتم عن تمثل منهاج أصحاب الحسين عليه الصلاة والسلام والله لو أنا أقتل بسبب واحد نطق بالحق ضد عدوة رسول الله عائشة مثلا والله أنا أقتل أنا أقول هذا شرف لي والله شرف وأشكر يوم القيامة أروح أقبل إيدي ورجلي أقول له على أنه أنا قتلت وفرت لي موتة شريفة لألف ضربة بالسيف يقول أمير المؤمنين لألف ضربة بالسيف خير من ميتة على فراش هذه شنو ميتة هاي بالله عليك هذا أي موت هذا قاعد على الفراش تموت ببطء وحولك أهلك وتموت تحتضر هكذا شنو هالموتة هاي والله هاي موتة ما أتحمل أصلا أفكر بيها الموتة اللي ترفع راس الإنسان الاستشهاد في سبيل الله عليه في سبيل الله عز وجل مع الحسين عليه السلام مع أهل البيت عليه ومه السلام حتى نرد معه كهاتين هاي رح يجينا أنه ترى باب الاستشهاد مفتوح باب الاستشهاد مفتوح مش رطهم الاستشهاد في المعركة أكو أصناف أخرى من الشهادة هاي ستأتين بس تتخلق بهالأخلاق تقدر تصير على هذا المستوى العالي من التفكير والإيمان فتجعل روحك على كفك في سبيل الله عز وجل شوف الباب إليك مفتوح ترى قالوا الحمد لله الذي شرفنا بالقتل معك ثم دعا أخذ منهم هالكلمة أنهم مستعدين إحنا بعد للقاتل ونعتبر هذا الشرف فخر إلنا دعا دعا الله عز وجل ثم قال لهم ارفعوا رؤوسكم وانظروا هذا ليلة العاشر ارفعوا رؤوسكم وانظروا كل واحد يرفع رأس يبقى وعفوك فجعلوا ينظرون إلى مواضعهم ومنازلهم من الجنة اللهم صلى وانظروا وهو يقول لهم هذا منزلك يا فلان وهذا قصرك يا فلان وهذه درجتك يا فلان كل واحد يجيبه يقول لها شوف هذا قدامه كل ينتظرك هو كان اختبار الحسين وقف قالوا ترى باتشر موت ذبح كذا اختبرهم نجحوا في الاختبار رواهم منازلهم في الجنة قال الامام السجاد عليه السلام فكان الرجل يستقبل الرماح والسيوف بصدره ووجهه ليصل إلى منزله من الجنة هذا تصور عابس عليه السلام لما قال حب الحسين أجنني ونزع علامة الحارب ودرعه وقالوا أنت مجنون على شونه تتصور هذا هالشكل مسوي ولأنه شايف مكانه في الجنة واثق من مآله لذلك متعجل الامام عليه السلام يقول كان الرجل يستقبل الرماح بصدره ووجهه يخلون عليه رمح يقول تفضل ها هنا اضرب اضرب هنا يلا مستعجل يريد يروح يريد يروح إلى الجنة الشكل واحد يكون احنا موعودين بالجنة ترى سيد الشهداء عطاننا وعد عهد من سيد الشهداء عليه السلام اقرأ في محاسن البرقي في المجلد الأول الصفحة 163 رواية عن زيد بن أرقم عن الحسين بن علي عليهم السلام قال ما من شيعتنا إلا صديق شهيد كلنا كل واحد مننا صديق شهيد بس شلون وكيف وعلى أي صفة وأي نوع من أنواع التشيع التفت جيد قال ما من شيعتنا إلا صديق شهيد قال زيد بن أرقم قلت جعلت في ذاك أن يكون ذلك وعامتهم يموتون على فراشهم عامة الشيعة يموتون على فراشهم بسيط بسيط يصنون صديقين وشهداء فقال أما تتلو كتاب الله في الحديد في سورة الحديد والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربه إيمان حقيقي بالله ورسله أوصياؤه تؤمن بالحجج الطاهرين عليهم الصلاة والسلام منزلتك تصبح منزلة الصديق الشهيد قال زيد بن أرقم فقلت كأني لم أقرأ هذه الآية من كتاب الله عز وجل قط كأنه أصم مقاري أنا من قبل قال الحسين عليه السلام لو كان الشهداء ليس إلا كما تقول لكان الشهداء قليلا إذا بس الشهيد هو اللي قتل بين الصفين في المعركة الشهداء يصنوا كليش قليل لا كل الشيعة شهداء كل الشيعة صديقون بس أي تشيع تشيع أصحاب الحسين تشيع أصحاب الحسين بحيث أنت مستعد للقتل في سبيل الله أنت تعمل وظيفتك تأخذ هم احتياطاتك ماكو مانع أما تجاهر بالحق تناصر أهل الحق إش ما يصير تقول مو مشكلة قتلهم يصير مو مشكلة يا نفسه من بعد الحسين هوني تكون على هذه الصفة تشيعك حقيقي دنيوي ما تحسب أدنى حساب دنيوي أيها الإخوة لتحسب أي حساب مطلقا بيتي يروح مني جنسيتي تروح مني ما أدري فلاني يصير ضدي يقطون علي هذا الطريق لأن كل حسابات دنيوية إذا تتأمل القضية كل حسابات دنيوية يقطون علي طريق المرجعية يلا مو مشكلة خلوا يقطعون أي حساب دنيوي لتحسب أصلا شيلة شيلة من مخك نهائيا قول فقط الله قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون قول أنا أصلا هذا المنطق ما لكم ما أفهمه أنا أفهم منطق الحسين منطق المخاطرة منطق الانشقاق منطق الفتنة منطق هاي الأمور اللي أنتوا كنتوا شنو تعترضون عليها هذا الحسين كل ذلك أجازه إذا كان في ذات الله عز وجل هذا هو أنا أفهم هذا المنطق فأمشي على هذا الطريق إذا قتلت هنور على نور شهيد وصلت أعلى المراتب ما قتلت أجر الشهيد أيضا معطالك أجر الصديق معطالك المهم هو هذا بكلمة جامعة مانعة أنتهب حياتك كلها لله ولأال الله كل حياتك اتخليها لهم صلوات الله عليه تنذر نفسك للأم الأطهار عليهم الصلاة والسلام هذا الذي يعنيه الحسين بشيعتنا ما من شيعتنا إلا صديق شهيد ليش لازم تتأمل وياي في هاي الرواية الأخيرة اللي أنقلها إليك الحسين عليه السلام كان ينقل صفة واحد شيعي شيخ كبير مسن لا نعرف اسمه ولكن كان يستشهد به الحسين عليه السلام ويقول هذا الرجل قال لأمير المؤمنين كلمات وكأن لسان الحسين عليه السلام يقول ياريت الشيعة يكونون مثل هذا الرجل على صفة هذا الرجل لما الحسين يروي هكذا شيء عن أبيه أمير المؤمنين عليه السلام وعما جرى بينه وبين ذلك الرجل المسن كأنه يومئ إلى الشيعة في ذلك الزمان والشيعة في كل زمان أنه تكونون ترى معنى التشيع الحقيقي هذا كل حياتك لهم أين تجدون هذه الرواية هذه تجدونها في أمالي الشيخ المفيد عليه الرحمة في الصفحة 172 وأمالي شيخ الطائف الطوسي عليه الرحمة في المجلد الأول الصفحة 107 عن علي بن محمد الهرمزاني عن علي بن الحسين عن أبيه الحسين عليهم السلام قال قال الحسين رأى أمير المؤمنين عليه السلام رجلا من شيعته بعد عهد طويل فترة من الزمن أمير المؤمنين ماشي يمكن في مكان في الكوفة فرأى واحدا من شيعته بعد عهد طويل وقد أثر السن فيه صائر تشبير بالعمر والسن مأثر به ولكن ماذا كان يفعل وكان يتجلد في مشيته هو تشبير بالعمر لازم يمشي منحني الظهر مثلا لا يسمت نفسه يتشجع يتجلد يقوي نفسه هالشكل فرآه أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام فقال له كبر سنك يا رجل قال في طاعتك يا أمير المؤمنين الله أكبر قال له عليه السلام إنك لتتجلد تسمت نفسك وتتجلد هالشكل قال على أعدائك يا أمير المؤمنين فقال عليه السلام أجد فيك بقية بقية من عمر بقي لك كم يوم قال هي لك يا أمير المؤمنين صلوا على محمد المؤمنين اللهم صلوا على محمد الله أكبر شلون رجل عظيم هذا سلام الله عليه واقعا يقول أنا كل حياتي إلك كلها كلها وهبتها لك أتجلد على أعدائك أتجلد إيه أراويهم عين حمرة ما تركهم شبير بالعمر مكسور الظهار أي شيء اللي يكون إنك لتتجلد على أعدائك يا أمير المؤمنين كبر سنك في طاعتك يا أمير المؤمنين أجد فيك بقية هي لك يا أمير المؤمنين كل شيء لأمير المؤمنين عبد لأمير المؤمنين من من على هالصفة بالله عليك من من وهب حياته كلها لأمير المؤمنين للا أم الطائرين منو هذا طلع لي يا خلي أشوف إحنا كلنا عندنا حسابات دنيوية حياتنا تخطيطاتنا للدنيا كل واحد يريد يأمن معيشته ومستقبله 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 أبناءه وإلى آخره نقول سوي مو مشكلة بس هذا الأمر اعمله كأنه ماذا كأنه قضية هالشكل أنت يعني مقبلات الحياة إنجاز التعبير الأصل حياتك حياتك تهبها لله ولرسول الله ولأمير المؤمنين ولأم الطاهرين عليهم الصلاة والسلام هذا الذي يفوز فوزا عظيما هذا النوع من الناس الذين هم تشيعهم تشيع حقيقي راسخ أصيل ثابت مو تشيع دنيوي مو تشيع حسابات مصلحية تشيع حقيقي هؤلاء الذين يصلون إلى مقام الصديقين والشهداء هؤلاء الذين تجدهم يسارعون لما يظهر خليفة الله المهدي أرواحنا فداه وعجر الله تعالى فرجه الشريف ويكونون من كبار قادة جيشه هؤلاء اللي يكونون على هذه الصفة أكلنا نحن على هذه الصفة مثل ذلك الرجل الذي خاطبه أمير المؤمنين بهذا الخطاب أكلنا على صفة علي الأكبر لما قال ألسنا على الحق قال بلى قال إذن لا نبالي بالموت إحنا هشك صفتنا حقيقة إذا وصلنا إلى مرحلة نتنزه بها عن التشيع الدنيوي فإننا نكون مع الحسين كهاتين جعلنا الله تعالى جميعا على هذه الصفة ألا فابكوا سيدكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة